الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بأفضل كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق زهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيه عنها إلا هالك فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين وأحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون يحتفي الناس في الأسبوع الأول من الشهر الرابع من كل عام بشريحةٍ مستضعفةٍ من شرائح المجتمع والإسلام عودنا منذ بداياته أنه جاء ديناً من أجل حماية حقوق المستضعفين بامتياز وإن كان لم يأتي على حساب الأغنياء والأثرياء وإنما جاء من أجل أن يوقع نوعاً من حسن المعاملة ونوعاً من الاتصال بين الضعفاء الفقراء وبين الكبراء الأغنياء جاء الإسلام لحماية حقوق أصحاب الأموال ولكنه أيضاً جاء من أجل الرفع من شأن المستضعفين والفقراء المستضعفون في المجتمع كثرٌ ومن بينهم فئةٌ تعرف بفئة الأيتام هؤلاء الذين قدر لهم أن يعيشوا دون راعٍ أو دون مربٍ أو دون منفق على الأقل وهو الأب الأب عضوٌ رئيسٌ في الأسرة في المنظور الإسلامي لأنه هو الذي ينفق إذا كانت الأم في النظرة الإسلامية هي محور الأسرة وهي العضو الأكثر فعاليةً في الأسرة وهي التي ينبغي أن تعطى أكثر ما ينبغي من البر والإحسان لقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرهاً ووضعته كرها فإن الأب أيضاً له مكانةٌ في الأسرة تأتي بعد مرحلة الأم مباشرةً وهذا يأتي انطلاقاً من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي فقال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فالأب يأتي في المرحلة الثانية بعد الأم بثلاث درجات وفيه قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له أي على الأب فالأم ذكرت في قضية الإرضاع والأب ذكر في قضية الإنفاق وعلى المولود له أي على الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي رزق الزوجات وكسوتهن ونفقتهن عموماً ثم بعد ذلك نفقة الأولاد فعندما يفقد الأب أو عندما يفقد الطفل أباه فإنه يسمى يتيماً في عرف اللغة وفي عرف الشرء أيضاً أما من فقد أمه فإنه في اللغة يسمى عجياً العجي من فقد أمه واليتيم من فقد أباه أما لو فقدهما معاً فإنه يسمى لطيماً اللغة تسميه لطيماً وكأنه يتعرض للطم ولا أحد يدافع عنه فقد الأب الذي يدافع وفقد الأم التي تدافع فيصاب بأشياء كثيرة لأنه فقد مصدر الحنان والعطف وهي الأم وفقد مصدر الرزق والقوة والدفاع وهو الأب فلذلك يسمى في عرف اللغة لطيماً دعنا من هذا الجانب ما الذي قدمه الإسلام لرعاية هؤلاء الأيتام هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يجاب عنه أولاً أول شيء دفع في اتجاهه الإسلام هو الوقاية وفي كل الأبضاع وفي كل الأمراض وفي كل الأشياء التي ينبغي أن تعالج الإسلام يحرص أشد الحرص على الحد من الظواهر الاجتماعية السيئة أو على عدم توفير الظروف الملائمة لنشوء هذه الظروف السيئة التي يعيش فيها الناس عندما نعالج قضية اليتم كيف يمكن أن نحد من هذه الظاهرة هل يمكن أن نطرح السؤال أصلاً بأن نحد من ظاهرة اليتم نعم نعم يمكن أن نحد من ظاهرة اليتم لأن ظاهرة اليتم أمر خطير في المجتمع هذا اليتيم عندما ينشأ ولا يجد أمامه من يدافع عنه لا يجد أمامه أباً وقد لا يجد أمامه أماً كيف سينشأ هذا الطفل كيف ستكون نفسيته كيف ينشأ بشخصية متوازنة وهو يرى الأطفال يفتخرون بآبائهم وأمهاتهم لكنه يجد نفسه على خلاف ذلك نحد من هذه الظاهرة ومن مخاطرها بأمرين اثنين الأمر الأول في التوجيه الإسلامي هو بالحد من ظاهر القتل هذا القتل الذي ينشأ لنا الأيتام هل تعلمون الآن كم نسبة الأيتام في بلاد الشام عندما تسمعون في الإحصاءات أنه تجاوز القتل مئة ألف بل يزيدون قالوا إن القتل هناك وصلوا مئة وعشرين ألفاً ومعظمهم رجال لأن الذين يقاتلون رجال لا يهمون الآن من القاتل ومن المقتول الآن نريد أن نعالج قضية اليتم فقط لذلك هؤلاء الذين قتلوا ظالمين كانوا أو مظلومين كل واحد منهم كان يعيل أسره من مجموعة من الأطفال لو أن لكل واحد منهم أربعة أطفال فقط بمعنى أنك تتحدث عن أربع مئة ألف يتيم أضيف خلال هذه السنوات من هذه الحرب القذرة من هذه الفتن الماحقة لذلك الإسلام منذ أن جاء كان حريصاً على أن يجنب الناس الحروب وعلى أن يجنب الناس الفتن وقد قال الله عز وجل والفتنة أشد من القتل لأن من نتائج الحروب والفتن ما يقع فيها من ضحايا من أيتام لا يجدون المعيل لا يجدون من ينفق عليهم لا يجدون من يرعاهم فكيف سينشأ هؤلاء ومن خلال الحروب أيضاً عندنا نحن المغاربة حرب أخرى للأسف حرب أخرى يكون ضحيتها أناس أبرياء وينشأ عنها أيتام كثر وهي حرب الطرق عندما يقتل عندنا عشرة كل يوم وهم رجال ونساء هؤلاء يتركون أيتاماً أيضاً بمعنى أننا إذا كنا ننشئ انتبهوا هذه حرب مجتمعية عندنا حرب في طرقنا للأسف يقتل بعضنا البعض الآخر وهؤلاء الذين قتلوا ذهبوا لكن المصيبة العظمى أيضاً بعد هؤلاء الذين يقتلون في الطرق هي هؤلاء الذين يبقون في بيوتهم أيتاماً يفقدون الأب المعيل أو يفقدون الأمة الحنون ثم يعيشون بعد ذلك اليتم هل تعرفون أن عندنا نسبة القتل في الطرق تجاوزت في هذه السنة الماضية التي خفت فيها الحدة نسرياً والحمد لله لكن مع ذلك فقدنا ثلاثة آلاف واربعمائة قتيل على الطرق هؤلاء الأربعة آلاف لو أن النسبة كانت أن لكل واحد منهم فقط طفلين بمعنى أننا ننشئ عشرة آلاف يتيم سنوياً نحن بحكم تسرعنا بحكم تهورنا في الطرقات بحكم الجريمة التي نرتكبها في الطريق بالسرعة أو التجاوز أو بمخالفات قانون السير عندما نقتل على الطريق فإننا ننتج بعد ذلك عشرة آلاف يتيم كل عام هذه كارثة هذه مصيبة لذلك إذن لعلكم استطعتم الإجابة عن هذا السؤال الأول هل نستطيع الحد من اليتم؟ نعم نستطيع أن نحد من اليتم إذا أردنا وذلك بأن نحاول ضبط أنفسنا بقوانين السير وبأن نحاول تجنب القتل وتجنب الجرائم وتجنب الحروب وتجنب الفتن لأنها تنشئ كل هذه الأوضاع التي توقع اختلالات كبيرة في الأمة قبل سنوات كانت الإحصاءات تقول إن إفريقيا تضم أكبر عدد من الأيتام كان فيها نسبة 11% من الأطفال أيتام كارثة أي أكثر من عشر 11.9% من الأفارقة أو من أطفال إفريقيا ونحن من إفريقيا طبعا هؤلاء أيتام هذه كانت نتيجة الحروب ولعلها كانت قبل هذه الحروب الطاحنة التي وقعت في آسيا أي في بلاد الشام والعراق وأفغانستان والبلدان التي وقعت فيها هذه الفضائع ولا شك أن النسبة هناك ستكون اليوم أكثر وأرفع مما كانت عليه في أفريقيا لذلك الأمة مطالبة بأن تجتهد للأسف الأمة والعالم كله لم يهتم بقضية الأيتام الاهتمام اللائق القضية تحتاج إلى مؤتمرات تحتاج إلى لقاءات تحتاج إلى نقاشات عميقة من أجل الحد من ظاهرة اليتم حتى ينشأ الأطفال أسوياء داخل بيوتهم في حضن أمهاتهم وتحت رعاية آبائهم وهذا هو الذي يوجه إليه الإسلام قضية أخرى أيضا نحد بها من ظاهرة اليتم وهي اليتم الآخر اليتم الآخر هو ما يسمى باللقطاء هؤلاء الأطفال الذين يلقون الآن للأسف صار الناس الآن وفي طبعا في كل الحالات لا أقول في المعظم هذا نتيجة انتشار الفاحشة عندما ينتشر الزنا في المجتمع ولذلك الإسلام حارب الزنا مع أن البعض يريد أن يبيحه بدعوة الحرية الشخصية وحقوق الإنسان لكن الإسلام وقف من أول يوم ضد الزنا وضد العلاقات غير الشرعية لأن من نتائجها أن هؤلاء البغاية قد يتجنبن الحمل وإذا وقعن في الحمل فإنهن قد يلجأن إلى جريمة أفضع وهي القتل أي الإجهاد الذي يدافع عنه البعض وإذا لم يسمح لهن بالإجهاد فإنهن سيقعن في جريمة أخرى وهي إنشاء هؤلاء اللقطاء والتخلي عنهم تجدون الآن تقرؤون في الصحف يوميا عن أطفال يلقون في سلة الأزبال أكرمكم الله هذه هي قيمة الإنسان في القرن الحادي والعشرين إنسان طفل بريء لم يصنع جرما لم يذنب ذنبا ثم ترده هذه الأم الفاجرة فتلقي به في القاذورات ثم بعد ذلك يلتقط يلتقط هذا هو أصل اسم اللقيط بعض الناس بدل أن يناقش الجواهر بدل أن يناقش الأمور الحقيقية يناقشون القشور يقولون لماذا يسميه الفقه لقيطا ما العيب في تسمية اللقيط كلمة لقيط ليس فيها أدنى قدح أبدا انتبهوا يجب أن نناقش كيف لا يكون لدينا اللقطاء هذا هو الذي ينبغي أن يناقش هذا هو الذي ينبغي كيف نحد من جريمة الزنا كيف نحد من جرائم الحرام كيف نشيع العفة في المجتمع أما أن نشيع الفاحشة وينتشر لدينا الإجهاد والتخلي عن الأطفال ثم يأتي الناس من أجل أن يناقشوا لماذا يسمي الفقهاء هؤلاء الأطفال لقطاء كلمة لقيط ليس فيها معنى قدحي أبدا وإنما هي العكس معنى إيجابي لأن هناك طفل يرمى في القاذورات فيهمل ويطرك ويدفع مع الأزبال وهناك طفل آخر يقدر له أن يأتي أحد المحسنين أو أحد الذين تأخذهم الغيرة على الإنسانية والبشرية والطفولة فيلتقطه هذا معنى اللقيط من لقطه أي أخذه ولم يتركه يموت ولم يتركه للكلاب تنهشه وأول لقيط إذا شئتم وهذا الفقهاء عبروا به الفقهاء والمفسرون يسمون موسى عليه السلام لقيطا وهو نبي رسول من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام بل من أولي العازم عندنا نحن المسلمين موسى لماذا سموه لقيطا لأن أمه ألقته في اليم وهو صغير قال الله عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي عندما التقطوه من اليم سمي لقيطا عليه الصلاة والسلام فليس في اللقيط أدنى معنى من معاني الإذاية بل إن الفقهاء يتحدثون عن حقوق هؤلاء ولا يميزون بين هذا وذاك الذي ينبغي أن يعاقب هو المرأة التي فجرت هو الرجل الذي فجر بالمرأة فأنجبت هذا اللقيط نعم الرجل مجرم لا ينبغي أن يتساهل معه إذا زن بامرأة سواء تسبب ذلك في حمل أو لم يتسبب المرأة أيضا مجرمة إذا هي أقدمت على جريمة الزنا سواء أنجبت أو لم تنجب هذا منطق الإسلام لكن هناك منطق آخر هناك منطق آخر يرى أن هذه ولو زنت دعك من التي اعتدي عليها أو ظلمت لا الإسلام لا يضع الكل في سلة واحدة هناك فرق بين بين المغتصب التي يعتدى عليها فتحمل وبين المرأة الأخرى التي تمارس البغاء لكن كم نسبة لا يعتدى عليهن بالاغتصاب كم نسبتهم قد لا يصل إلى الواحد في المئة لكن من أجل أن نغطي على جريمة الزنا من أجل أن نغطي على انتشار الفاحشة فإنه يقال إنهم أمهات مئة في المئة أمهات وهن يعترفن بأنها كانت علاقات في إطار الحرام عن يعني عن محبة وعن رغبة في ذلك وليس عن إكراه لكن من لا يريد أن يحرج بهذا الوضع فإنه يرسق القضية بالاغتصاب وبالظلم ويجرم الزنات فقط القرآن عندما جرم جرم الرجل والمرأة على حد سواء فقال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة أي كل منهما مذنب أما ذلك الطفل الذي ينشأ عن علاقة ولو كانت محرمة فإنه إنسان بريء لم يرتكب ذنبا ولم يرتكب جرما وواجب الأمة أن تعتني به نعم واجب الأمة أن تعتني به لأنه إنسان كامل الإنسانية خلق ويحتاج إلى أن يرعى الرعاية الصالحة بل إنه يحتاج إلى رعاية خاصة يحتاج إلى اهتمام أكبر من الاهتمام بالأطفال الآخرين وأن يربى تربية إسلامية صحيحة وإلا فإنه إذا لم يربى التربية الإيماني الصحيحة فإنه قد ينشأ إنسانا خطيرا في المجتمع لأنه يرى نفسه بعد أن يدرك أنه نتيجة خطأ لم يرتكبه هو وإنما ارتكبه الفاجر الذي زنى بأمه فأنجبته فلذلك نستطيع إذن أن نحد من اللقطاء ومن قضية اليتم بأن نحاول أن نحارب الزنى وأن نحارب الفواحش وأن نحارب القتل وأن نحارب حوادث السير وأن نحارب الحروب وأن نحارب الفتن فإذا تجنبنا هذه الأشياء يمكننا أن نتجنب هذه الظواهر وما تقول إليه الآن كيف رعى الإسلام هؤلاء كيف رعاه لا تكادون أيها الإخوة تجدون آية من آيات القرآن الكريم تحدثت عن قضية الإنفاق والصدقة والزكاة إلا وذكرت الأيتام من بينما ذكرت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب هذا في صورة البقرة ولكن البر منامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيئين وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامة لاحظوا ذكرهم قبل المساكين اليتامة يأتون قبل المساكين وقبل الفقراء ذوي القربة أولا لأنك لا تتصور إنسانا ينفق على الأيتام ويترك أولاده جياعا لا لاحظوا الترتيب القرآنية الدقيق وآت المال على حبه ذوي القربة أي أنفق على قرابته واليتامة والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب لاحظوا كيف ترتب النفقات في ظل الشريعة الإسلامية ترتيب دقيق جدا وجميل جدا حيث إنه يأمر الإنسان بأن ينفق على أسرته أولا ثم بعد ذلك ينفق على هؤلاء الأيتام الذين قدر لهم أن يعيشوا دون أباء ثم بعد ذلك المساكين أي الفقراء ثم تتسع الدائرة لتشمل أبناء السبيل ابن السبيل هو ابن الطريق هؤلاء اللاجئون من أفريقيا أو بلاد الشام أو غيرهم هؤلاء أبناء سبيل فتأتي المرحلة ثم وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أي هناك رقاب وإن كنا اليوم لا نعيش نوعا من العبودية إلا أن هناك رقا بنوع آخر وهناك ما يشبهه وهو الإنسان الذي ربما يعتقل في قضية نفق وفي قضية أموال الأمة تحتاج إلى أو مطالبة بأن تنفق من أجل فك هؤلاء ولذلك الإسلام ذكر الأيتام في كل الآيات التي تحدث فيها تقريبا عن قضية الإنفاق إذا أردت أن تكون من الأبرار وأن تستفيد من جنة الله التي أعد للمتقين إن الأبرار يشربون من كأس في سورة الإنسان والأيتام إنسان أيضا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ماذا يفعلون؟ ما هي المؤهلات للاستفادة من هذه الجنة؟ يوفون بالنظر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إطعام الأيتام الاعتناء بالأيتام سبب من أسباب دخول الجنان هذا هو الإسلام والآيات كلها تتحدث في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن اليتم وخاصة أنه عاشه عليه الصلاة والسلام لقد عاش اليتم وامتن الله عز وجل عليه بأن آواه بعد يتمه في سورة الضحى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى فالنتيجة ماذا؟ ما الواجب؟ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأيتام وسيد من دافى عن الأيتام وسيد من جاء بالتشريعات التي تدفع في اتجاه إنقاذ الأيتام عليه من الله الصلاة والسلام يقول في حديثه الصحيح الذي تحفظونه لكن من يطبقه؟ مشكلتنا أننا جميعا نحفظ كثيرا من الأحد لكن من ينفذ؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين وفرج بين أصبعيه السباب والوسطى أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تكون بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فتكفل بيتيم أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بأصبعيه السباب والوسطى وفي رواية أنا وكافل اليتيم له أو لغيره لأن اليتيم قد يكون من قرابتك تخيلوا أو تصوروا لو أن كل واحد منا تكفل بيتيم من قرابته لما عدنا في حاجة إلى خيريات ولا إلى دور أيتام أصلا لكن المصيبة أن هؤلاء الأيتام لهم أصف لهم عوائل من فقد الأبى له خال له عم له جد له ابن عم له ابن خال له قريب فلماذا نتخلى عن هذا الأجر ألسنا في حاجة إلى هذه النتيجة في الآخرة النبي عليه السلام يوجه إلى المسح على رأس اليتيم من مسح على رأس يتيم كما قال صلى الله عليه وسلم كتب الله له بكل شعرة من رأسه حسنة لماذا المسح على رأس اليتيم لأن هذا اليتيم فقد الأب الذي يحن عليه وربما فقد الأم أيضا فهو محتاج إلى أن تضع يدك على رأسه إشعارا له بالمحبة إشعارا له أو تعويضا له عن تلك القبلة التي يتلقاها الأطفال أمثاله من أبائهم لكن هذا الطفل يخرج إلى المدرسة ويدخل إلى بيته ولا يجد أبا وقد لا يجد أما لا يجد من يعطيه تلك القبلة التي يستقبل بها الأطفال عادة لا يجد من يدفع له درهما في الصباح ودرهما في العشي لذلك قال صلى الله عليه وسلم من مسح على رأس يتيم كتب الله له بكل شعرة من رأسه حسنة جاء أحدهم وما أحوجنا إلى هذا العلاج أيها الإخوة جاء أحدهم يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه قال يا رسول الله أشكو قسوة في قلبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك وأن تطمئن نفسك فاعطف على يتيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم جربوا هذه القضية أيها الإخوة جربوها عندما يكون قلبك في حالة من القسوة عندما تعاني شيئا من الحزن والكرب والهم فجرب أن تقصد بيتا فيه أيتام وأن تدفع لهم ولو شيئا يسيرا مهما استطعت أي بالقدر المستطاع جرب ذلك وسترى في أعينهم شيئا من المحبة الحقيقية غير المزيفة ربما محبة ربما نظرة قد لا تجدها من أبناء صلبك ويبث الله تعالى في قلبك نوعا من الطمأنينة ونوعا من الراحة هذا ديننا أيها الإخوة ديننا دين رحمة ديننا دين عطف ديننا دين إشفاق ورحمة وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عبادها الرحماء إنما يرحم الله من عبادها الرحماء هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه عاش اليتمى وعرف حقيقة اليتمى مع أنه كان مكفولا صلى الله عليه وسلم لم ينشأ في خيرية ولا نشأ في جمعية وإنما نشأ صلى الله عليه وسلم في بيته مع في كفالة جده وكان يحنو عليه حنوا قريبا من حنو الأب ثم بعد ذلك عندما فقد الجد نشأ في بيته عمه ووجد فيه حنوا قريبا من حنو الجد أيضا ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك أدرك حقيقة اليتم وخطورة فكان يوصي بالأيتام عليه الصلاة والسلام لكن السؤال الأخير في هذه الخطبة ما الطريقة المثلى لكفالة الأيتام لعلكم تسألون هذا السؤال كيف لنا أن نفعل ذلك أنا أعرف أن كثيرا من الناس لديهم رغبة في ذلك ولكنهم ربما يجدون صعوبة إما لأن أهل البيت قد لا يقبلون بكفالة اليتيم داخل البيت وإما لأن الظروف المادية قد لا تسعف وإما لأشياء كثيرة جدا فما الحل إذا أردت أن تكفل يتيما أو يتيمة الإسلام يوجهنا إلى أفضل طريقة في الكفالة لا تكلف كثيرا وتكون أصلح حتى لذلك الطفل وأصلح للإنسان الذي يتكفل باليتيم أنا أعطيكم الآن أفضل خطة للتكفل بيتيم يمكنك أن تلجأ إلى جمعية من هذه الجمعيات التي تتكفل بالأيتام وتدفع لها مقابل كفالة اليتيم كل شهر مقابل ألا تستطيع أن تدفع مئة درهم أو مئتي درهم كل شهر مئة درهم مئتي درهم تدفعها كل شهر يدفع الله تعالى عنك بها مصائب يدفع الله تعالى عنك بها أشياء كثيرة جدا كان يمكن أن تقع لكن يلطف الله تعالى بك وهذا أفضل حتى لليتيم لأن الطريقة التي يجمع فيها الأيتام في دار الخيرية أو دار الطفولة أو غير ذلك هذه ليست هي الطريقة المثلى الطريقة الأفضل هي أن يتكفل بالأيتام داخل البيوت وإذا كان بالإمكان أن يكون داخل بيوت أمهاتهم هذا أفضل إذا كان للأيتام أمهات فالأولى أن لا يحرم للأسف أحيانا تجد الأم فقيرة لا تملك شيئا ولا تستطيع العمل والأب توفي فيأخذ هؤلاء الأطفال ويحشرون في جمعية خيرية بعد أن فقدوا رعاية الأب يفقدون حنان الأم ثم تأتي الأم لتزورهم مرة في الأسبوع أو في الشهر لا ليست هذه الطريقة المثلى الطريقة المثلى هي أن يبقى الأطفال مع أمهاتهم وأن يوفر لهم المجتمع هذا واجب هذا ليس تطوعا إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أيما أهل عرصة أي حي من السكان أصبح فيه ممرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله نعم برئت منهم ذمة الله بمعنى أن هؤلاء الأيتام يجب أن يبقوا في بيوتهم مع أمهاتهم وواجب الأمة وواجب المجتمع أن يوفر لهم ما يحتاجونه داخل بيوتهم حتى يعيشوا مع أمهاتهم في أجواء من العطف والحنان والرعاية من طرف أمهاتهم هذا هو الواجب ربما يكون هناك أناس ليس لديهم أمهات نعم هذا قد يوجد هناك أيتام فقدوا الآباء وفقدوا الأمهات أيضا هؤلاء هل يحشرون في الخيريات لا الإسلام يقول هناك حل ثاني قبل أن نلجأ إلى الخيريات وهو أن يربى هؤلاء الأيتام داخل بيوت المسلمين وفي ذلك يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضم يتيما بين أولاده من ضم يتيما بين أولاده أي تربيه مع أولادك تشعره بالعطف والحنان يشعر وكأنه يعيش مع أب وأم هذه أفضل طريقة أفضل من أن تأتي به إلى جمعية خيرية من ضم يتيما أو يتيمة طبعا لأنه لا فرق بين اليتيم واليتيمة في الكفالة الإسلامية من ضم يتيما بين أو يتيمة بين أولاده ضمن الله له الجنة ضمن الله له الجنة ضمانة من النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا تفعل ذلك؟ إذن لك حلان إما الحل الأول أن تتكفل باليتيم وهو داخل بيته مع أمه وهذه أسهل لك وأفضل له ولأمه وللمجتمع حيث تدفع قسطا من المال كل شهر لأسرة بها أيتام أو لجمعية من الجمعيات الموثوقة واسأل عنها فهي موجودة والحي الذي لا توجد فيه جمعية للأيتام في الحقيقة ينبغي أن يجتهد أصحابه في إنشائها ينبغي أن يجتهد الناس هذا هو المجتمع المدني الحقيقي دعك من المجتمع المدني الذي همه أن يسب الآيات والأحاديث ويشكك الناس في الدين المجتمع المدني هو الذي يسهم في رعاية الأيتام في رعاية الفقراء في رعاية الأرامل لأنك عندما ترعى الأيتام فأنت ترعى أمهاتهم والله تعالى عندما قال وعلى المولود له كان القياس أن يقول رزقهم أي رزق الأولاد لكنه قال رزقهن لأن رزق الولد مع رزق أمه ورزق الأم مع رزق ولدها بل في قول الله عز وجل في سورة البقرة لاحظوا عندما يكون المجتمع حياً لا يسأل الناس الآن عن الأيتام عندما ربي الناس تربية إسلامية في بداية الإسلام صار الناس في المدينة يسألون ومن بين الأسئلة التي كانت تطرح وسطرها القرآن الكريم السؤال عن اليتامة سألوا عن الإنفاق فقال الله تعالى لهم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامة والمساكين وبن السبيل وسألوا عن الأيتام خصوصاً فقال الله عز وجل ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير يسألونك غريب غريب حيوية هذا المجتمع المدني المدني بمعنى المدينة المنورة ليس المدني بالمعنى المعاصر المجتمع المدني الحقيقي كان يسأل عن الأيتام وجاءوا إلى النبي بصيغة جماعة لم يقل يسألك أحدهم قال يسألونك عن الأيتام أو عن اليتامة فقال الله عز وجل قل إصلاح لهم خير ما معنى إصلاح؟ لم يقل قل إنفاق لهم خير بمعنى يجب أن يبحث في أفضل طريق لإصلاحهم لأنهم إذا لم يصلحوا فقد يكونون خطراً على المجتمع إذا لم يرعهم المجتمع لكن عندما ينشأوا الأيتام وقد شاهدتم بعضهم على التلفزيون فيجدون أن المجتمع قد حنى عليهم واهتم بهم وأنفق عليهم فإنهم سيخدمون هذا المجتمع لأنهم يجدون أنفسهم مدينين للمجتمع أما عندما يتخلى المجتمع عنهم فإنهم يرون أن المجتمع أجرم في حقهم وقد يفكرون في الانتقام منه لذلك قال الله عز وجل قل إصلاح لهم خير أعطنا يا رب وسيلة من وسائل الإصلاح ما أفضل طريقة للإصلاح اقرأوا بعدها مباشرة وإن تخالطوهم فإخوانكم وإن تخالطوهم أفضل طريقة بعد أن يربى في بيته هي أن تخالطه لأن القرآن يتحدث عن من لا يجد أبا ولا أم فقال وإن تخالطوهم خالطه بمعنى ليكن مع أبنائك ليخالطك في أكلك وشربك وفي ملبسك وفي سفرك ماذا عليك لو أنك أخذت يتيما أو يتيمين إذا كنت تريد الخروج في نزهة بأولادك فتأخذ معك يتيما أو يتيمين ليتنز هؤلاء الأيتم أيضا ماذا عليك عندما تريد أن تكسو أولادك لو أخذت يتيما فذهبت به إلى السوق كما تذهب بأولادك فتكسوه مما أعطاك الله عز وجل هذا معنى وإن تخالطوهم فإخوانكم لأنه أخلك استشعر هذه الأخوة وعندما يكبر هذا اليتيم فلن ينسى لك ذلك الجميلة أبدا ثم المرحلة الأخيرة من لم يستطع إلى الأولى ولا الثانية فهناك الخيريات التي تضم هؤلاء الأطفال الذين للأسف لم يستطع المجتمع أن يضمهم مع أمهاتهم في بيوتهم وينفق عليهم ولا استطاع أن ينفق عليهم داخل الأسر ومع الأولاد فهؤلاء الذين عزلوا في هذه الخيريات نعم هذه المرحلة الثالثة ينبغي أن يهتم بهؤلاء وأن يزاروا على الأقل من الناس من لم يزر جمعية الأيتام ولو مر لم يسأل أصلا لو قلت له أين تقع الجمعية الخيرية الإسلامية لم استطع أن يجيب من الناس من لا يعرف عندنا دار العجزة والشيوخ للأسف من الناس عندنا من لا يعرف هذه المؤسسات لو زرتها لألان الله قلبك لو زرتها لرزقك الله طمأنينة ولرزقك الله تعالى سعادة لا تجدها في المجتمع حتى لو كنت بين أولادك ولو كنت بين أهلك لذلك أيها الإخوة فكروا جيدا في هذا الموضوع وليكن لكل واحد منكم مساهمة مهما كانت إما بالمساهمة بالطريقة الأولى أو بالطريقة الثانية أو حتى بالطريقة الثالثة في كل ذلك لكم أجر كبير جدا وعد الله عز وجل به وهو الجنة ووعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن تكون رفيقا له فيها أسأل الله تعالى أن يرزقنا رفقة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة أسأل الله تعالى أن يلين قلوبنا لرعاية الأيتام والأرامل والفقراء والمحتاجين أقول هذا القول أيها الإخوة وأستغفر الله لي ولكم فادعوه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وشد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وشد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة هذه أبواب إذا فتحها الله عز وجل للناس من أجل أن يترقوا في إيمانهم ومن أجل أن يستفيدوا أجورا وحسنات ومن أجل ضمان السلم الاجتماعي أيضا رعاية الأيتام فيها جانب مهم أيضا وهو رعاية السلم الاجتماعي لأن هؤلاء الأطفال عندما تهتم الأمة بهم عندما ترعاهم وليست الرعاية مجرد الأكل والشرب الفقه يتحدث عن الكفالة والقرآن تحدث عن أفضل من الكفالة وهو الإصلاح قل إصلاح لهم خير والإصلاح لا يتأتى بالإطعام والكسوة فقط وإنما يتأتى بالتربية الحسنة برعاية هؤلاء الأيتام حتى لا يتركوا لأناس آخرين لديهم ربما أفكار أخرى لديهم ربما تصورات أخرى يريدون أن ينشئوهم على تنشئة أخرى ولا يضمن كيف سيكونوا أو كيف سيكونون في المستقبل القريب من الأيام لذلك وجب على كل مسلم أن يفكر في هذا خصوصا من رزقه الله القضية لا تحتاج إلى أموال طائلة تستطيع أن تساهم بكفالة اليتيم بمئة درهم فقط كل شهر بل حتى بأقل من ذلك لو أن شبابا عندنا شباب الجامعات وهم الحقيقة نوات المجتمعات المدنية الحقيقة نوات الحركية لو أنهم نظموا من بين ما ينظمون رحلة لإحدى الجمعيات جمعية خيرية أو جمعية ترعى الأيتام من أجل زيارة ولو بعشر الدراهم ولو حتى بصفر ولو حتى بصفر من أجل فقط الشعور بهؤلاء الأيتام من أجل التضامن معهم من أجل إشعارهم بأنهم ليسوا وحدهم وبأن المجتمع معهم هذا لا شك له تأثير كبير في مستقبل الأيام في المجتمع وفي ضمان السلم الاجتماعي داخل المجتمع وإلا فالنتيجة ستكون عندما ينشأ هؤلاء على غير طربية وعلى غير إصلاح قد ينشأ منهم قاطع الطريق قد ينشأ منهم القاتل قد ينشأ منهم المنتقم من المجتمع لكن بهذه الرعاية والكفالة والإصلاح أكيد أن النتيجة بإذن الله لن تكون إلا خيرا للمجتمع وللأيتام وللجميع لذلك قال الله عز وجل قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح أسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلة اللهم انصر إسلام وعز المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه اللهم ارفع الفتن والمحن عن بلاد المسلمين عم وعن بلدنا هذا خاصة ارفع اللهم عن الفتن والمحن والحروب والدمار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احق اندماء المسلمين في كل مكان اللهم احق اندماء المسلمين في بلاد الشام اللهم احق اندماء المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اغفرنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت قدامنا واصلنا على القوم الكافرين اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان وحد صفوف المسلمين في فلسطين وفقهم اللهم ووفق المسلمين معهم لتحرير المسجد الأقصى المبارك وكل فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بعض الإخوة والأخوات يرجون منكم الدعاء لهم بقضاء الحاجات وشفاء الأمراض اللهم وشف أمراضنا وأمراضنا مسلمين اللهم قدر حوائجنا وحوائج المحتاجين اللهم أددين عن المدينين وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه آله الحق حقا وارزقه اتباعه وآله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه هيئله اللهم بطنة صالحة تقود بناصيته وتعينه لما فيه الصلاح لبلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهنين وصحابته أجمعين خصوصا خلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين